التقى رئيس عبدالفتاح السيسي بنيو ديلهي مع رئيس التركية رجب طيب أردوغان وصرح المتحدث باسم رئاسة المهورية أن الرئيسين أكد أهمية العمل من أجل دفع بين مسارات العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آلية التعاون الثنائية التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بنيو ديلهي الرئيس التركية رجب طيب أردوغان صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد حرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمي كنهج استراتيجي راسخ لسياستها الخارجية وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة مشددا في هذا الخصوص على أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي بالإضافة إلى صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط من جانبه آرب رئيس التركية عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية التركية مشيدا بما تم في الأوينة الأخيرة من تفعيل لبعض أطر التعاون بين البلدين ومؤكدا في هذا الإطار تطلع تركيا لتعزيز التباحث مع مصر حول سبل تعزيز العلاقات السنائية وكذا منقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنصيق المواقف بشأنها في ضوء الدوري الاستراتيجي والمحوري على الصعيد الإقليمي أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن سبل تكسيف التشاور والتنصيق بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات السنائية بما يصب في صالح الدولتين والشعبين